والنهاردة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات وكان معه دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قام بفتتاح أول محطة هتشتغل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء برضو في القرية الزكية ووزير الاتصالات قال إن الموضوع ده جاي في إطار تنفيذ سياسات الحكومة اللي بتهدف لتعزيز ثقافة تنويع مصادر الطاقة وإيجاد وسائل بديلة لتغضية احتاجات المجتمع من الطاقة ومن الكهرباء خاصة موضوع يعني استخراج أو استخدام الطاقة من المصادر الطبيعية زي الشمس الرياح وغيرها للتغلب على أزمات نقص الطاقة الكهربية اللي بتواجه المجتمع معانا تفاصيل في تأرير زي ملنام حمد رياض اختتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالقرية الذكية لتغضية مضخات المياه بالقرية وأماكن الانتظار وتوفير تكاليف الصيانة والكهرباء دور مجتمعي ان احنا بنشغل شركات في هذا الموضوع دور مالي ان احنا في ربحية في هذا الموضوع ان التكلفة أقل وبنستخدم طاقة مستدامة الطاقة الشمسية طاقة مستدامة لا تنضب فبالتالي بنقوم بها المحطة ستكون بداية لإنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية قطاقة نظيفة ومتجددة تستخدمها القرية في توفير الكهرباء نعملين نظام التعريف التغذية ومنزلين 4300 ميجا منها 2000 ميجا رياح و2300 ميجا الطاقات الشمسية 300 ميجا ينطبق على هذا النوع من التركيبات اللي هي بيسمها الروف توبيونس اللي هي الوحلات تتحطت فوق المنازل أو الحاجات اللي كلها أقل من 500 كيلوات الطاقة الشمسية والمتجددة أحد مصادر الطاقة التي بات من الضروري الاعتماد عليها كمصدر بديل للطاقة التقليدية والأحفورية التي باتت على وشك النضوب استخدام الطاقة الشمسية خطوة يعول عليها كثير من الخبراء في تحقيق العديد من المشروعات التنموية في البلاد خاصة مع التناقص الحادي في مصادر الطاقة التقليدية وارتفاع أسعارها محمد رياض الحاليوم